هاي إتس أسما ليوم نديرو اللسن تاع passive voice اوكي؟ اوكي كما ترى هنا هنا عندنا سنتنس جملة في البريزان و جملة ثانية لفر بتاعها في الباسي بس احنا نبدأ بتاع البريزان بسك هي اللي سهلة دونك هذي الجملة اللي عندنا هي جملة عادية جاية في الباسي وش ما انتهى؟ sorry في الactive voice حبي يقول فيها subject, verb و the rest of the sentence اللي نعيطونه هنا يا object دونك كما تشوفوا حوسنا للverb لقينا visit, verb وحوسنا على subject لقينا tourists وبيسا تاور هو object هنا يهمنينا عرف الverb وش من tense راه وش من الوقت راه اوكي؟ اوكي؟ هنا راه في البريزاند visit راه في البريزاند اوكي؟ نكتب نسطر ندير verb ونكتب present الحاجة الليولة باش نرجع active voice و passive voice يعني نقلب الobject يولي اللول والsubject يولي لخر subject هنا ياه هو doer of the action اللي يدير الaction والobject هو اللي توقع عليه الaction doer في الactive يكون هو اللول وفي ال passive voice يكون هو الاخر اوكي؟ نروح نجيب verb to be الverb to be هنا هو فعل مساعد اوكي؟ ندير am ولا is ولا are علش على حسب اللي قبله اوكي؟ voilà ندير is على خطر بيزا تاور it تمشي معها is ونروح للverb هادك لعندف sentence وندير past participle تاو يا اخلاس بالؤدي باسكو irregular يا نجيبو ملا لس يلا هو irregular و بيانشوغ نزيد باي مور ال past participle نزيد باي اوكي؟ that's it دنك كانت tourists visit Pisa Tower Pisa Tower is visited by tourists لما مزيت اب نتبعهم في الثاني اوكي؟ في بلاست تبقى نقلب object يولي لول و subject يولي للاخر و قول ينجيب am is are نجيب was مع were و ونخير إذا كان الابجيكت plural ندير were ولكن singular he he ندير was اوكي؟ سو تولي لي تكون the Italians constructed the Pisa Tower تولي the Pisa Tower was constructed by Italians دنك هذي الطريقة اللي نجيبها انا يا مليحة باش تفهم passive voice très très بيان بيان كومي الفو في البروغرام دوك أتخير ماني وهذا النفس الدرس كان في الترمينال مع تنسز دنك بطريقة هذي جميع ولا تغلط وشنو؟ لازم براكتس تقال هاكي شغل ما او ديبت مي تولي تدير بزاف براكتس دنك هولك هملك تاسكس ديرو كابتور ديقران ولا عودوا كتبوهم حلوهم في الفيديو الجاي نديرلكم الحولول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة